اشتركوا في القناة السيرم رحته فوق التحفة الشامبو رحته رائعة طبعا غير ان هم شكلهم عاجبني على السراحة بتاعتي بحط السيرم بيعمل نشفان لحظة بالضبط لان هو طبعا ما فيوش اي نوع من انواع الكيمويات وفي لحظة بيتشرب انا من الناس اللي شعري دهني جدا فعشان كده ببعد ان انا استخدم اي منتج سيرم او زيود بصراحة فعشان كده ما كنتش حبة ان انا جرب انا بحط المنتج شعري في ساعتها بيشربه ما بيبقاش فيه اي اثر ما حصل ليش اي حاجة ولا ان هو بقى نايم ولا كأنه فيه زيود ولا اي حاجة خالص انا استخدمته الاسبوع كله وكنت بعمل شعري وبنزل بعمل شعري ما بشمش رحة شياط ما بحشمش الحاجات الوحشة اللي بتحصل لنا مع المنتجات التانية بجد المنتج تحفة وبلا تحفة وفيه الناس دلوقتي مكلماني قرائبي بيقولولي ان المنتج سادد معاهم مش هيا جدا وعايزين تاني فاحنا هنستغل دلوقتي دكتور امير وهيدينا عروض تانية عامل ايه ازايك مش هينفع مش هينفع كده انا خلاص هاخد من حاجتك انت بس انا هبقى الوكيلة بتاعت شركتك في اسكندرية مش انا قلتلك هكسب التحدي وانت قلتلي لأ تحفة ولا اي حاجة في لحظة شعري بيشربوا لحظة ولا بقى فيهن انا كان نفسي اجيبوا صداني واجرب ووريهم انه اللي هيحصل لمعة ولا اي حاجة خالص رائعة مين اللي لاحظ الفرق الكوافير قال لك ايه وهو بيعمل شعري فارحالي هواتي يا استاذة عملتي فلر او عملتي حاجة فقلت له لا لا انا ما بعملش اي حاجة في شعري الواصل شعريك مزبط شوية يعني المرة اللي فاتت طبعا انا ما قلت لهش السر يعني وانت افجأة كنت بيه على هوا ما انا انا قلتلك ان هو التركيبة بتاعته دي تركيبة فريدة من نوعها بتعالج الشعر من البصيلة من تحت وبتعالج جزء الشعرية من جوه فعشان كده انا بديكي شعر صحي وفي نفس الوقت جدر الشعرية من تحته والبصيلة بديها الجزء اللي هي عايزها وانا الشاطلات دهورة دموية والاهم مش مدهن ولا عامل لي الشكل السيء وقدر انزل بيه عادي مش مضطر اخسله احطه واخسل شعري بالليل عشان ننزل والنقطة دي تنفع المحجبات اكتر اللي بيحتاجوا يحطوا حاجة على شعرهم عشان الكتمة ويلفوا الطرحة ويعودوا بيها بالاثناشر ساعة في الشارع بالظبط بمدي ريحة شكلها كويس ما بيبقعش يعني هو مش هيبقع معهم في الطرحة ايوة بالظبط كده ايوة بالظبط كده ايوة بالحلقة اللي فاتت اسفة بعد الهوى لما حطيت ايدي ومساحته في الهدوم مفيش ولا علم ولا اي حاجة خالص حيك ربنا يسطر في اللي جاي تركيبة هايلي خلاص التركيبة بتاعت الشعر هايلي انا هاخد المنتج بتاع النهاردة جربها التركيبة بتاعت التفتيح يعني اروع من الروعة بشوية قولينا اسمه برينس السينس اسمه ايه اخي كارديفير كارديفير اسمه حلو ده مبدئيا انت بتنقل اسامي كده بعناية النهاردة احنا على هواة ان شاء الله هنعمل تنظيف بشرة او هنعلم البنوتة في البيت تعمل ازاي تنظيف بشرة في بيتها بالمنتجات بتاعتنا تمام مش محتاجين نروح اي حتة خالص مش محتاج لان برضو هديها كل الغذى وكل المعادن والفيتامينات اللي هي طلباها عشان يبقى معاها بشرة صحية مليانة نضارة والتفتيح اللي هي عايزة ويحفظ لها على بشرتها من كل عوامل الجو والشمس والرطوبة كل المشاكل اللي بتابلها هنعالجها دلوقتي بكل المنتجات دي طيب الاول هنبدأ نشتغل معينا طبعا اثنين مودلز زي الامر وسنين مختلفين كنت قاصد تعمل كده احنا قاصد ان انا اعمل ده بفرق السن طبعا بين اه طبعا بين التينيتجر وبين انه السن الصغير السن التاني في العشرينات اه مش كبيرة برضو بس في العشرينات وانسة ومدام عشان تغير الهرمونات بدأ يحصل عندنا تجعيد في سننا في العشرينيات وبتاع لكن لا السن الصغير مفيش اي حاجة خلص فمحتاج حاجات تانية بالزبط طيب هتعملوا لنا ايه بقى ورينا كده والدكتور يشرح لنا هم دلوقتي هيعملوا تنظيف بشرة بسيط خالص مش محتاج الكلاكيع وال18-19 خطوة اللي بتتعمل في الكوافير عشان ندفع عليها مبلغ كبير وإحنا خارجي احنا دلوقتي هنلاقي النتيجة احنا بنعمل هنلاقي نتيجة دلوقتي على الهواء احنا حالا واحنا عاديين هنلاحظ الفرق لو الكاميرا مقربة دلوقتي على البشرة المجرز او يان يريد هنلاحظ الفرق حالا طيب احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ احنا دلوقتي بننظف بس التراب والعرق والرطوب اه الحاجات اه اه ممكن انا اضطحها بايه باشرتي بدل ما هنخسل بالصابون العادي لا احنا هنخسل بالفوم بتاعنا اللي هو ايه بقى الفوم؟ الفوم بتاعنا كله طبعا اسمه كاردفير يعني المجموعة كلها المجموعة كلها اسمها كاردفير اوكي فين الغسول ده؟ عندنا الغسول اوكي ده تمام الغسول ده فوم فوم؟ فوم المفروض ان هو يعمل فوم كبير اوي كده سنشكل العلبة زي اللي بنقيس به ايه منتجات بس الحقيقي ان هو مش هيعمل لنا فوم هو هيعمل لنا طبقة غسول بس خفيفة خالص انا مش هشوف مش هشوف فوم ريحته حلوة بردو ريحته حلوة ومفاجأة تانية ان هو صالفيت فري بردو بردو صالفيت فري انا هجربه طبعا قبل ما هم يجربوك العادة انا هاخد الحاجات دي و انا مروح اوكي مفيش مشكلة انت مصممة كل مرة تخش في تحدي انا خلاص يعني انا مش هدخل في تحدي انا خلاص بقيت مصدقة ان انت ان شاء الله حتى لو فيه منتجات تانية هتنزل انا هجبها ان شاء الله يعني الموضوع خلاص بيوصل معي لثقة طالما جربت الشركة دي مرة واثنين لا خلاص الفكرة عايز اقولك ان احنا موجودين في الماركت وفي الصيدليات قبل ما نطلع معاكي على الهواء وقبل ما نقول يا جماعة ان احنا عندنا منتجات بس المنتجين الاخرانيين اللي هو الكاردفير والدكريان ماخدوش حقهم بسبب ازمة كورونا لانه الناس ما كانتش بتروح طبعا احنا دلوقتي بنعمل ايه احنا دلوقتي بننظف بس النظافة الاولى اللي هي بنشيل الاتريبة والعرق وبعد كده هنبدأ نعمل جلسة بخار جلسة بخار بخار سخن عشان نفتح بيه المسام كلها طب انا ما عنديش الجاهزة اعملي ما عنديكيش بخار في البيت ما عندك مكوى في مكوى بيبقى فيها حتة من فوق كده بتطلع بخار ما عندكيش وعندك بوتجاز في البيت اكيد بي عندك بوتجاز حلت مية او الكسرولة صغيرة حطيها تغلي يعني دي مية قدامنا بتغلي بس كده او مثلا حط فوطة ولا حاجة بس محرقش وشي لا 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 متحرقش وشي بالراحة خالص ده هيفتح لي المسام هيديني نفس النتيجة بالزبط هو اصلا راح كالعادة راحة برضو مسنوع بالنانو تكنولوجي اللي هو بيمتص بسرعة جدا بس كل منتجاتنا خصوصا التجميلية كلها نانو تكنولوجي نانو بارتكال تكنولوجي اللي هي امتصاص نعم ايجي جدا تسع مرات ده ده الغسول نعم ايجي جدا وتفتح واتطر وتدي نظارة هاخدهم ورحة حلو جدا ده الجسول قلتلي انه هو في مواد معينة احنا كبنات محتاجينها للعلاج وللوقاية كمان من تقدم السر بس تعالي الاول هديكي فكرة عامة عن اللاين كله اللاين كله فيه اربع مواد اساسية بنتكلم فيها الليكروش اللي هو العريسوس البيري بيري اللي هو خلاص التوت البري فيتامين سي وفيتامين اي اوكي تمام وفيه كمان حاجة صغيرة كده بس يعني ايه احنا ضيفينها بتحايلوا على القانون اللي هي؟ الكافيين تبدأ بيعمل ايه؟ الكافيين ده ده استاذ التفتيح القهوة اه 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 صح موسك القهوة لكل البلاد بتعمله دلوقت استاذ التفتيح خصوصا لو تفتيح تحت العين او توحيد لون بشرة او تفتيح في الاماكن الحساسة ومنطقة البكيني اريا بالذات طب تحلو جدا 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 كل المنتجات فيهم دول الاربعة مشتركين في الاربعة مواد بس كل منتج بنيجي على البطل بتاعه ونركز عليه شوية يعني مثلا الفيتامين سي عشان الانتي ايجنج بنركز فيه على التركيز بتاع الفيتامين سي بنعليه شوية بس هو فيه الليكرش فيه العيرسوس اوكي تمام وفيه البيري بيري اللي هو التوت البري وفيه الفيتامين اي وفيه الفيتامين سي بس بنجي على الفيتامين سي ونروح نفخين في صورة دي سياستك في كل المنتجات على فكرة ما بتستخسرش ان انت تحط في الشامبو نفس المادة اللي في السيرم او في الكسور نفس المادة اللي فيه وانا بفكر ان انا انتج المنتجات دي كلها كنت بفكر في حاجة واحدة بس انه انا جاي بالمنتج ده هدية مخصوص لحبيبتي ومراتي انا كراجل مش انا كدكتور امير انا كراجل بفكر ان انا جايب ده لحبيبتي عايز اجيب لها احلى حاجة او جايبه الامي اي خلاص حد بتابعك عايز اجيب لها احلى حاجة فانا في ايدي ان انا اقف اطبخه بايدي فعمله باحسن كواليتي هعمله باحسن كواليتي عندي وفي نفس الوقت هو مش مكلفني كتير ودلوقتي ايه اللي بيحصل بس عشان هي بوس ده ده الموديلز بتاع التين ايجر اللي هم في سن المراهقة او ما بعد المراهقة اللي بيبقى عندهم حب شباب كتير مش هبين طبعا فاحنا هنا بننظف لها السناية اللي بين اللي عند المناخير والحب الشباب اللي بيطلع في الخدود الحيطات اللي فيها اكتر حاجة تول ده بيعمل ايه بقى ده بينظف مكان حب الشباب ما بيسبش اثر تمام اوكي وبيناع عامل بشرة اوكي وبيطري وما بيخليش البشرة جفة تمام هيا احنا نعمله بيها دي بجد دي عندي في البيت ولا عارفة لها اي استخدام ده حقيقي بقى مهنة فعلا دي معمولة مخصوص عشان الكارد فيها وبخاف استخدمها تفتح لي المسام يعني انا من الناس اللي بخاف استخدمها لا استخدميها عشان تفتح المسام لازم تفتح المسام عشان ننظف الدور ويقولوا بقى مش عارفة بتعمل ايه والمسام بتبقى واسعة وبتاع فبخاف احنا نستخدمها عادي جدا مع الغسور هو اللي اختراعها اختراعها مخصوص عشان عارف ان انا هعمل الكارد فير هو اه هو بيدي شكل الفوم كده هو بيدي شكل الفوم لكن ما بيعملش فوم كبير كتير اه اه لان هو صالفيت فري ما فيهوش ملح ما فيهوش اي اي انا شاعمل رغاو كتير تمام جدا اوكي وفي نفس الوقت احنا زبطين البي ايتش بتاعته اللي هي درجة حمودة الجلد عشان ما يأسرش على حساسات الجلد وايعملش التهاب الناس اللي بشرتها حساسة بالضبط عشان يمشي مع الناس اللي بشرتها دهنية واللي بشرتها عادية واللي بشرتها حساسة إذا يعني دي ده أو المنتجات دي لكل أنواع البشرة إحنا عندنا 2 موديلز بشرة دهنية بشرة جفة أي نوع هاخد نفس المجموعة مفيش أزمة خالص أنا قلتلك إيه؟ أنا قلتلك أنا جايبلك معايا حالتين مختلفتين سن صغير بشرة دهنية حب شباب بشرة جفة سن أكبر شوية مفيش حب شباب بس بنستخدم ميكاب كتير فمع الميكاب كتير ممكن نستخدمه كميكاب ريموفر يعني ده غسول دي حاجة جديدة بقى خالص بجد؟ يعني حط في قطنا عادي وامسة حيشين الميكاب آه طبعا وممكن بعد الحلقة لو ما عندكش مانعة تتجرب يعني مفيش أي درر للبشرة ولا أي حاج خالص خالص غسول عبارة عن فيتامين إي رائعة جدا 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 طبعا هي على فكرة مش عارفة باين ولا لأ بس حوالين عينيها نور يا أكتر حاجة باينة بالنسبة لي في الإضاءة يعني أنا أتمنى تكون الكاميرا متابعة معها وقتي هو بينظف وقتي وبيبيض بيشيل الخلايا التلفة وقتي كأنها مثلا كتحط حاجة وشالتها فوشها آه فتح كده نور طب تمام إحنا هنجرب بعد الهامر هنجرب 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 تاني منتج إيه؟ تاني منتج عندنا حاجتين صغيرين وحاجة كبيرة اللي هم؟ الكبيرة السنستفاريا الأماكن الحساسة بتاعت الجلسات اللي بنصرف عليها فلوس كتير قد كده التوت البري البطل في الحدوتة بتاعت تفتيح الأماكن الحساسة لا اللي وراها ده؟ اللي وراها أوكي تمام ده للأماكن الحساسة بالزبط ده أمان جدا الحوامل المرضعات المنات الصغيرة مية في المية طبيعي مفيش أي ضرر خالص مية في المية طبيعي اللي بيحصل دلوقتي برضو عشان نبقى متابعين اللي بيتحط دلوقتي انت بتحط لها دلوقتي فيتامين سي فيتامين سي ده عشان يحمي من التصبغات بيكمل معاه احنا بنكمل معاه ده عادي نحطه في النهار هو أصلا مش سيرم لا لا مش سيرم ده كريم ده كريم بيتامين سي طب ده حلو قوي ده حطه عادي كده في النهار وانزل بيه مشكلة خالص تمام ده بنحطه بنحطه عند رحية العين ليه برضو ليه فيه منتجات تانية بتقول يا جماعة فيتامين سي ما نحطوش في النهار وانزل وفضل قاعدة في الضلمة ساعة فيتامين سي امتصاصه صعب جدا اه انا قلتلك ان احنا عاملين منتجاتنا كلها بايه؟ خاصية النانو بارتكال تكنولوجي خلاص اللي هي امتصاص اكتر تسع مرات من المنتجات العادية امتصة اصلا فهو اصلا يعني قبل ما هتطلع من باب البيت هتلاقيه حل وبيت هتشرب كله ده استخدمه قد ايه معلش يعني كم مرة في اليوم ولا في الشهر ولا في الاسبار على حسب احتياجك كنت ممكن تستخدميه مرة في اليوم وممكن مرتين يعني مفيش اي مشكلة خالص بالنسبة لي خالص ولا هاي حاجة بالعكس والغسول كم مرة الغسول بقى ده زي ما انت عايزه نزل الصبح ورجع تاني ونزل بالليل ورجع تاني ونزل تالت وميكا بريموفر فانا هستخدمه كتير وميكا بريموفر فانا شخصيا بفضل انه يستخدم مرتين مرة الصبح قبل منزل ومرة بعد مرتين ده كاروتين كاروتين عادي من غير ما اكون حاطة مدرق انت بقى انا يعني في حد تاني عنده مشاوير زيادة عني اوكي بينزل ويطلع وينزل ويطلع فبينزل ياخد تراب وعوادم عربيات وعرق ورطوبة من الجوء يرجع يخسل وشه على طول تمام احنا بنحط ايه بس؟ تبعين الله خليكي هي دلوقتي احنا خلصنا الفيتامين سي اوكي الكيس دي عندها ده ساعيتي خلاصة تشرب مش محتاجة عود شوية ولا حاجة خالص على طول يعني ورا بقى احنا طبعا بنعمل هنا كله ورا بعضه عشان احنا وقت الحلقة دايق وعايزين نفرج الناس على كله لكن اللي هي بتحطه دلوقتي ده اللي تحت العين ده تفتيح للهالات السودة اللي تحت العين والتوحيد لون البشرة للمحجبات تحديدا حلوة قوي 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 ده لمنطقة العين للعين والوش اه احنا عاملينه واحد لكله زبطينه ان هو يشتغل هنا وهنا قولي انه بيشيل الهالات والتجاهيد قولي 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 كنا مش هتلاقي لها اثر بجد خالص خالص ايا كان السن خالص فعلا طب فيه عندنا مشكلة تدي في العين الانتفاخ شوفي لو الانتفاخ ده ليه اساس سيستميك يبال لازم نعالج الاول مردي او حاجة اه لازم نعالج انما لو الانتفاخ ده نتيجة مثلا انا بقالي اسبوع عشر تيام بصهر كتير بوشرب قهوة بوشرب سجاير مكيفات سهران قدام الكمبيوتر بخلص شغلي وحصل عندي الهالات السودة والانتفاخات دي فازبط اللايف ستايل بتاعي تاني والكريم الكاردفير هيقوم معي بالدور ده تمام جدا طبعا انت بشك نور ومبسوطة حلو وقوي حاسه بايه؟ تعالي معلش معلش هو اولا مفيش كريمات كاينها محطتش حاجة تشرب اه تمام ومشيك بقى ناعم جدا مع ان هي فيها حبوب يعني هي اصلا عندها حبوب او اصار حبوب خد بالك هي دي مش اول مرة انجرب لها الكريم ده طب احنا مع وقت اقتلها هلاقي اصار تروح بالرغم من انها عندها حبوب بالرغم من انها عندها حبوب بس هي دي مش اول مرة احنا الحبوب هدت عن الاول كمان فعلا؟ يعني في خلال مثلا جربتك كم مرة او جربتك كم مرة فالقينا النتيجة افاجئ؟ قولي مرة بقى اقلم الاسبوع قولي مرة كم مرة في الاسبوع بقى؟ يعني ممكن نقول ثلاث اربع مرات ثلاث اربع مرات؟ حلو قوي انا ما قلتش ان الحبوب اختفت لا هو فيه اصار بس مش اللي يقرب منها يلاقي حبوب اه يعني مش هتلاقي بقى الروس البيضة كتيرة لك انها حطت يعني ميكب تحت عنيها انت بقى تقدري مع الكريم ده انا بديكي طبقة فيلم كده حماية للبشرة انت تقدري فوق الكريم ده ده فيتامين سي فوق الكريم تقدري تستخدم الميكب بتاعك وتنزلي وتحط مكياجك وتنزلي عادي في الشمس؟ الشمس؟ طب ما واصلا احنا عافين اي كريمات غلط في الشمس؟ فيتامين سي، فيتامين اي، كافيين، ليكوريش اللي هو العيري سوس، التوت البري كل دول بيعملوا طبقة فلتر كده حماية من الشمس يعدي الاشاعة المطلوبة ويحجز الاشاعة الفوق بنفسجية اللي هي المدرة حلو جدا، يعني ده انا مفيش مشكلة ان انا انزل اروح شجلي بيه اروح حتة فيها شمس بس ما عودش على البحر يعني حاجة فيها شمس بسيطة فيتامين سي اصلا، هيدي بشرتك نضارة، هيخليها رضبة على طول وطرية، يعني مهما الشمس ضربت في قشك هيخليها طرية انا قلتلك ان انا بكره فيتامين سي صح؟ اه وما بحبهوش خالص وجربته قبل كده وكان بالنسبة لي جايبان منتغ غالي قوي ومعروف قوي وسيء جدا وانا عمال لي اي حاجة خالص اعتقد لو جربت الفيتامين سي بتاعنا بالتركيز بتاعه هتحب الفيتامين سي اه انا شايفة هنا فيه يا بوسي انا اهم حاجة وانا نازل احط حاجة حوالين عيني عشان الهالات طبعا شوفي انا انا عايزك ان انت تفرقتي دلوقتي معانا على الهوى انا عايزك انت تجربي والحلقة الجاية تقولن على الهوى ايه اللي حصل شكلي وحش فاكريني باخد منك فلوس على الهوى بجد طبعا يا بوشها هنور برضو هي اصلا يعني بوشها مفوش حبوب اصلا بس طبعا ننور الحلو ابي لا ده احنا لسه نفاجئ ده الفيتامين سي ده الفيتامين سي اهو وكريم كريم هجربك العادة كريم بالنانو بارتكال تكنولوجي بيتشرب بسرعة جدا اسرع تسع مرات من الكريم العادي طيب تمام اوكي نقدر نحس بس انت ليفل عادي اهو بس عشان هي عشان لسه جديدة فبتاخد كم مرة كده واربعت خلاص انا كل حاجة في حياتي مستفكر انها بايزة ولا حاجة لا لا طبعا عشان بس ايه معاودش عاود اعمل كتير اهو تم ريحتو حلوة برضو طحفة هم كلهم نفس الرجحة يعني فيهم بس بتوعك يعني خلاص هو انا بقى مرتبط في خيالي اسمك بريحة معينة بجد بقى امانا سدان ما بهزر يعني كل المنتجات لها نفس الريحة كده او قريبة من بعض خلاص مرتبط في خيالي اسمك بريحة دي بس هو الزوق العام والاتجاه العام للشركة ماشي في الحتة دي ان احنا نعمل اعلى حاجة تربط ذهني بالريحة كمان اعلى حاجة اربط ذهنك بالريحة وانك كمان ترتبط بانه الكاردفير والدكريان هم منتجات مختلفة بس في عيلة واحدة لذلك هتليني حطت على كل العلب شجرة العيلة اللي هي بتاع كي او اتش بي اللوجو طيب المناطق الحساسة ده ما حاكناش عنه ومش هنعرف نجربه طبعا مش هنعرف نجربه على الهوى طبعا مالش ناسفين تقول لنا بقى عنه شوية المناطق الحساسة ده احنا قولنا بيشتهر بايه؟ التوت البري التوت البري اكتر حاجة التوت البري ده يعني ده الاستاز بتاع تجديد الخلايا التلفة فعلا طب حلو قوي ده استخدمه احنا اشهر منطقة فيها خلايا تلفة كتير هي الاماكن الحساسة فيها خلايا جلدية تلفة حتكات كتير فده اكتر واحد يجدد الخلايا التلفة ويحافظ على النعومة ويحافظ على النضارة بتاعت الجلد في الحتة دي يعني انا ممكن استخدمه قواقي يعني مش لازم يكون الموضوع عندي بشع تستخدمه انا ممكن استخدمه قواقايا مش لازم احنا ممكن من البداية خلص عشان نتجنب حدوث البقع السودة من الريحة كالعيدة حلو قوي تبدأ احطه قد ايه مثلا او بعد قد ايه بقى هبدأ الاقي نتيجة كويسة بعد قد ايه برضو بصي خلينا نتفق انه فيه قاعدة عامة في الجلد بالذات انه هو 28 يوم 28 يوم الجلد بتجدد لا اي منتج خلايا الجلد بتتجدد تمام عشان اقولك ان انا بجدد قبل كده انا راجل يعني ما بفهمش علم بقول اي كلام بس ممكن اقولك انه تبدأ تحسي بتحسن بداية من 14 يوم فعلا؟ تبدأ تحسي بتحسن في نتيجة يعني او على فكرة احنا لما بنلاقيش نتيجة بنبطل نستخدم الونتج ده بجدد لكن ماقدرش اقولك انك من اول يوم هتلاقي انا بتكلم عن الفوم انه هو هتلاقي من اول مرة نتيجة واحنا بننظف ليه لانه هو بيشيل اصلا الاتربة والعرق والحقل كل المشاكل او كل الحاجات بقيت المكياج مش عرف ايه والدهول اللي بتترسب وبقية المكياج والميكاب كلام ده كل اللي بتترسب جوه المسام بتاعة البشرة حلو جدا تمام طيب احنا فيه حاجات موجودة في الصيدلية او فيه عروض موجودة في الصيدلية شوف انا قلتلك في الاول انه المنتجين دول بالذات اتظلموا عشان ازمة كورونا اه فاحنا ملحقناش نفرش في كل الصيدليات بس احنا خلاص يعني احنا في الخطوات الاخيرة وبنتعاقد معاهم بس انا لو طلبتوا منكم هتدوني عرض على الارقام او في الصيدلية بس فيه صيدليات معينة عندها بس مش مغطية كل الاماكن لو طلبت من خلال الصفحة وطلبت ان احنا نوفرولك من الصيدلية احنا هناخد منك التفاصيل بتاعتك وهنخلي الصيدلية توصلولك لحد البيت حلو جدا لو الصيدلية مش مغطية المنطقة دي كلمينا برضو بعتلنا على صفحتنا او كلمينا على الارقام اللي هتنزل على الشاشة معاك تمام واحنا هنبعتولك لحد عندك طيب ولو قلت ان انت من حكاية حياة انا جاهز بالعرض قبل ما تطلبي لا لا استنى تقولي اول العرض وبعدين لا ما هو يتقال كده ده احنا لسه هنفاصل ونشوف هناخد ايه ومش عاجبنا نرجعه بس انت اذا انا قتليني الحلقة اللي فاتت والله انا جاي منساست من نفسي خلاص لا 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 احنا لسه هنتفاصل طيب قولي العرض اللي موجود في الصيدلية بصي السنستيف اريال لانه احتياجه كتير شوية احنا عملناه كدو اوكي على اي حد هيطلب فيتامين سي للنضارة او تفتيح العين والوجه اي مو يعني ده او ده انا هاخد عليه اخد بالك انا اذا اوضح لك نوضع انا لسه اوضح لك او الصغير ده بـ 230 جنيه اوكي اللي هو سواء الفيتامين سي او تفتيح العين والبشرة تمام ده بـ 230 جنيه تمام اوكي السنستيف اريال السنستيف اريال بـ 280 جنيه اتا كده انا كده وغضب الارخم فانت هتشتري الرخيص هتاخد عليه الغالي حلو قوي بس ده مش عرضي احنا لسه بنتكلم فيه فيه الفوم لانه هو استهلاكه هي بقى اكتر شوية فحنا عملنا لو اشتريتي فوم هتاخدي معاها واحدة فوم هدائل تمام ده بتاعك ده اللي موجود في كل السيداليات وده العرض اللي موجود عن جنيه بتاعي انا بقى اوه جايلك الموت اوه بس يعني برضو خلينا زي الدكريان اللي هيطلب من خلال الصفحة او من الارقام وولا انا اتبع حكاية نجاح هنديله خاصة 15% على الاردر بتاعه وهنوصله له ببلاش مردية 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 خلاص اجابات تصيل مش ببلاش طب احنا دلوقتي نشوف النتيجة النهائية بسرعة جدا وبرده قولنا عن المسابقة تاني فكرنا بيها المسابقة بتاعاتنا احنا عندنا اخر السنة دي في حفلة راس السنة ان شاء الله يبقى في حفلة كبيرة بإذن الله مش عايز اقول مين ممكن يبقى حاضر معانا بس خليها مفادة انما المسابقة بتاعاتنا هيبقى فيها تلفزيون كبير 43 بوصة LCD موبايل بامكانيات عالية سلسلة دهب دول للمركز الاول للناس اللي هي هتبقى فاطورتها فوق ال 500 جنيه سواء اشترى مرة واحدة او اشترى اكتر من مرة المهم فاطورته معديها ال 500 جنيه هيدخل تلقائي على السحب الكبير السحب الكبير والسحب الصغير كمان يعني الكبير وينزل معه للسحب الصغير كبير السحب الصغير عندنا 3 جلسات تجميل اي جلسات تجميل ممكن تحلمي بيها عند عيادات تجميل بتاع الدكاترة كبار جدا ومشهورين جدا هنعلن عنهم برضو على الصفحة هنعلن عنهم يعني خلاص خدنا موافقتهم واتفقنا معاهم وهم مرحبين بالموضوع ده تمام ومعاهم كمان اجهزة ممكن انت تستخدميها زي البيبليس زي الجهاز زي الحلو الجميل ده اه الجهاز زي الحلو الس الكبير تمام زي السشوار الهند بلندر خلاط ده هيكون السحب كل اللي علي ان انا اشتري وابعتلكم صورة الفاتورة سواء جايبة منكم او جايبة من الصيدلية من اي مكان من اي مكان صيدلية او من عندنا او احنا بعتنلك اونلاين بفاتورة من الشركة احتفظ بالفاتورة بعتننا بس صورة عشان يوم ما نقولك انت كذبانة تيجي بالفاتورة الاصلية تمام خلاص اوكي جدا طبعا النتيجة طحفة كا انك حطها ميكب بجد او نو ميكب زي الميكب الجديد اللي بيتعمل حلو قوي نورتين يا دكتور ميرسي الحلقة الجاية اوعوا تفوتكم هيكون عاملكم يعني احتفال بسيط كده على الهواء عشان هنتكلم على المنتجات كلها وهنتكلمكم اكتر عن المسابقة اوعوا تروحوا في اي حتة فاصل صغير ورجعين لكم تاني اشتركوا في القناة